شعار راسخ في أذهاننا يشكل جزءاً كبيراً من ذكريات طفولتنا فبمجرد التفكير برسوم المتحركة يغطر ببالنا والتيزني لكن هل تعرف قصة القصر الموجود في الشعار؟ القصر مستلهم من قلعة ويشفنشتاين تقع في واحدة من أجمل المناطق الريفية بمدينة بافاريا جنوب ألمانيا يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر وقد استغرق بناؤها سبعة عشر سنة بأمر من ملك بافاريا لودفيك الثاني الملقب بالملك الرومانسي والذي احتل الحكم في سن التاسع عشر انتقل لودفيك للعيش فيه فور اكتماله لكنه لم يستقر فيه طويلاً فبعد ثلاثة أسابيع وجد ميتاً في بحيرة حول القصر قيل أنه انتحر بسبب قصة حبه مع ابنة عمه الإمبراطورة النفسوية المجرية إليزابيت قصر نيوشفشتاين لم يلهم شركة وولد ديسني فقط بل كان شغف الكثيرين من السياح ومحبي الاستكشاف القادمين من مختلف أنحاء العالم والآن هل تعتقد أن مؤسس الشركة كان محقاً في اختياره لهذا الشعار؟